اذا قانون الانتخابات الآن لهذا العام هو يختلف تماما عن قانون الانتخابات اللي احنا شفناه في عام 2018 يعني هو يختلف تماما عن سانت ليغو كيف ذلك هس احنا تعودنا عادة الدوائر الانتخابية في العراق انه العراق كله كان عبارة عن دائرة انتخابية واحدة ولكن بعد ذلك تغيرت الامور الى 2018 وصارت 18 دائرة انتخابية معناتها كل محافظة عبارة عن دائرة انتخابية الآن الامر اللي اختلف بعد تظاهرات وثورة تشرين وبعد كل التغييرات والصراعات اللي صارت الآن صارت كلها عبارة عن 83 دائرة انتخابية وهذه شنو معناتها شقدر رح تفرق هذا رح تفرق بالنسبة للمستقلين وبالنسبة للمرشحين المحليين اللي رح يكون فرصة اكبر للتواجد في البرلمان وان يفوزوا في هذه الانتخابات مقارنة بقانون سانت ليغو اللي هو كان يعتبر فد مهمة مستحيلة وصعبة جدا على المستقلين ان يجدون طريقهم في هذه الانتخابات لذلك الاصوات اللي رح تصير والتصويت اللي رح يصير انه كل اصوات الناخبين للمرشحين ستذهب مباشرة الى المرشح أي بما معنى ان الصوت يذهب الى مباشرة وكل ما تكون هي عالية الاصوات سيفوز هذا المرشح ويصبح نائبا طبعا في البرلمان العراقي وهذا طبعا يختلف تماما عن السابق في السابق يعني كانت الاصوات تذهب مباشرة الى قائمة وهذه قائمة بيها مرشحين وبالتالي كانوا مستقلين يعانون كثيرا في طبيعة الانتخابات وما ممكن ان يحققونه ولذلك كانت هناك الكثير من الاعتراضات التي نراها فهذا الآن قانون الانتخابات اللي دا نشوفه هناك مدح كبير على مستوى المجتمع الدولي ومشاركة كبيرة من دول العالم انه هناك اختلاف هناك ما يمكن ان نستبشر منه خيرا ولكن في نفس الوقت هناك مقاطعة متوقعة وهذا يعتبر التحدي الاكبر لهؤلاء المرشحين المستقلين هذا هو التحدي الاكبر لهم والتحدي الاكبر للانتخابات كلها هي مقاطعة الانتخابات المتوقعة هذه اصوات لا زالت مستمرة ومتصاعدة حتى هذه اللحظة قاطعوا هذه الانتخابات هكذا يتحدثون وطبعا معهد كارنيغي اهتم بهذا الامر اهتم بطبيعة القانون الجديد وبطبيعة المقاطعة واخذوا ملاحظة على هذا الموضوع شوف شنو اللي قال معهد كارنيغي على الرغم من ان القانون الجديد يمثل تحسنا مقارنة بالقوانين الانتخابية السابقة الا انه لا يتوقع ان يؤدي الى تغيير كبير لان التمثيل السياسي الناجح يتطلب مشاركة سياسية كافية وهناك ايضا معهد اسم المعهد الديمقراطي الوطني اللي هو الاندي اي وضع دراسة مهمة جدا واهتموا بقضية مشاركة الناخبين في هذه الانتخابات وهل انهم شافوا اكو تغيير صار بعد ثورة تشرين وبان قانون الانتخابات الجديد فعلا سيغير من الامور وراحوا وسووا دراسة كبيرة جدا على عدد من الاطراف المختلفة وطلعوا بهذه النتائج اذا ما انتبهنا الى النتائج ما لا تشوفوا السؤال اولا اللي طرحوه هذا اهم سؤال طرح بهذه المسألة بشكل عام هل توافق او لا توافق على احدث الاحتجاجات العامة في جميع انحاء العراق طبعا في بغداد وجدوا 73% هم موافقون على هذه الاحتجاجات و25% غير موافقين في الجنوب 71% موافقين 27% غير موافقين كذلك في الغرب 67% موافقين 33% غير موافقين و50% في اقليم كردستان موافقين و35% غير موافقين التوتل والاجمال من هذه الاحصائيات هي 68% موافقين ويتفقون مع الاحتجاجات و29% غير موافقين يعني باختصار معناتها بانه هم مؤمنين بان التظاهرات والاحتجاجات هي اللي راح تسوي التغيير وليست الانتخابات لا زال هناك انزعاج من طبيعة كل التجارب السابقة بكل تأكيد وهذه طبعا يعني التحديات الكثيرة الموجودة بالنسبة للمستقلين المرشحين المستقلين هي كثيرة هي ليست فقط قضية المقاطعة وانما هناك تحدي في مسألة النازحين يعني النازحين لا زالوا حتى هذه اللحظة عدهم مشاكل انه الكثير منهم غير قادر على المشاركة في هذه الانتخابات حتى كانت هناك تقارير من منظمة العفو الدولية عن هؤلاء النازحين انه هناك ديصير ضغط عليهم من قبل عدد من الاطراف واتهمت فصائل موالية لإيران واطراف الموالية لإيران هي اللي تضغط على النازحين ويتهمهم عدد من الاتهامات ويشتبهون بأنه هم عددهم ارتباطات مع تنظيم داعش الإرهابي وبالتالي أنه انتوا ما لكم الحق أن تصوتون ولا لكم الحق في هذه الحياة ولكن منظمة العفو الدولية تتحدث منذ العام الماضي أنه هم ديجبرهم إذا تريدون تشتركون وتخلصون من هذه التهم تعالوا وادخلوا في الانتخابات وصوتوا لنا بشكل مباشر لذلك هذه واحدة من الأمور المقلقة هي ملف النازحين الذي لم يجد طريقا مريحا بالنسبة للانتخابات والمشاركة في الانتخابات بالإضافة إلى ذلك أنه الانتخابات والتصويت الخارجي في دول الخارج هو الآن ألغي تماما وطبعا ألغي لأسباب فنية من مفوضية الانتخابات العراقية لغو بسبب الأموال الكثيرة ضيق الوقت العديد من الأمور حتى هناك إحصائيات تقول يعني هي كلها عبارة عن 4% فقط طبيعة المشاركة التي ممكن أن تأتي من الخارج ذلك هي لن تؤثر كثيرا ولكن هي تؤثر على المستقلين هي ستقيد المستقلين تماما لأن هؤلاء المرشحين المستقلين هم يبحثون عن أصوات قادمة من الخارج على عكس الأحزاب الموجودة التي اعتاد عليها الشعب العراقي فهذا أيضا تحدي آخر يواجه المستقلين في هذه الانتخابات بالإضافة إلى ذلك أكبر قضية موجودة الآن هي التزوير وما أكثر التزوير وإشاعات التزوير وحقاق التزوير الموضوعة بالنسبة لهذه الانتخابات هذا هو التخوف الأكبر ولكن هناك من يتحدى هذا التزوير أولى هؤلاء المتحدين هي الحكومة العراقية نفسها بالإضافة إلى ذلك الأرب ويكلي اللندنية اهتمت بطبيعة قضية التزوير اللي دائما ما إجاب العراق ولكن في نفس الوقت أكدت بأن الاتحاد الأوروبي موجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي مراقبين من الأمم المتحدة هم موجودون وكذلك الجامعة العربية رسلت وفدا وصل مؤخرا إلى العراق برئاسة طبعا سعادة السفير الدكتور سعيد أبو علي وهو موجود الآن في بغداد مع الوفد بالكامل من أجل مراقبة هذه الانتخابات لذلك لدينا ثلاثة أطراف هي تراقب بشكل عالي هذه الانتخابات لتحدي طبيعة ما ممكن أن يأتي من عملية تزوير ومحاولات تزوير لا سامح الله في هذه الانتخابات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر